بسم الله الرحمن الرحيم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية تهدف هذه المحاضرة إلى تحقيق ما يلي أولاً أهم مبادئ العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية وهي العدالة والمساواة والحرية والوفاة بالعهود والمواثيق أيضاً تهدف هذه المحاضرة إلى بيان أهم أدوات العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية في وقت السلم وكذلك تهدف إلى بيان أهم أدوات العلاقات الدولية للدولة الإسلامية في وقت الحرب نبدأ بأهم مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام أو أهم مبادئ العلاقات للدولة الإسلامية أهم هذه المبادئ مبدأ العدالة ومعنى ذلك أن تبنى كافة العهود والبوثيق على أساس العدالة لكافة الأطراف قال الله عز وجل وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى فمعنى ذلك أن هذه العهود والبوثيق ينبغي أن تكون على أساس من العدل دون أن يضغط طرف على آخر أو يجور طرف على الطرف الآخر بحكم القوى أو الهيمنة المبدأ الثاني هو المساواة والمساواة معناها أن الفرص تتاح للإنسان لتحقيق الحقوق الأساسية في ضوء مقاصد الشرع حق السكن وحق الغذاء وحق العلاج وحق العيش الكريم وأن يعامل هذا الإنسان بالبر والإحسان وبدل المعروف بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو جنسه فهذا هو مبدأ عام مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق الأساسية إلا أنه يستثنى من ذلك الذين يقاتلون المسلمين وهم يسمون المحاربين قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فالذين يقاتلون المسلمين ويظاهرون على إخراجهم ويخرجون المسلمين من ديارهم هؤلاء هم المحاربون وبالتالي لا يحصلون على هذه المساواة لكن مع ذلك فإن أهل الحرب إذا وقعوا أسرى أو جرحى بأيذ المسلمين فإنهم يتعاملون معهم من مبدأ إنساني فلا يجهزون على جرحاهم ولا يقتلونهم إذا هربوا وولوا ولا يعذبونهم أو يعاقبونهم بأي نوع من العقاب وإنما يحترمون إنسانيتهم وهذا هو مبدأ من مبادئ هذا الدين العظيم الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه السلف الصالح ولا تزال ثل من المسلمين يطبقونه إلى أن يرثوا الله الأرض ومن عليها المبدأ الثالث هو الحرية والحرية تنبع من قيمة المساواة بين البشر فالبشر ينتمون إلى أصل واحد وهو آدم وهذا الانتماء يقتضي إلى أن تقام العدالة بينهم وأن يتاح لهم حرية الاختيار اختيار ما يعتقدون واختيار ما يمارسون من دين واختيارهم كيف يعيشون وكيف يفكرون فهذا مبدأ الحرية وعدم الإكراه مبدأ عظيم من مبادئ العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية وكذلك الحرب في الدولة الإسلامية إنما هي حرب للضرورة وليس الأصل ليس الأصل هو الحرب وإنما الحرب قد تفرض أو قد تؤدي إلى علاج أمر لم يكن علاجة أو لم يمكن علاجة إلا بالحرب فهي للضرورة فقط والأصل هو السلم بين الناس المبدأ الرابع هو الوفاة بالعهود والمواثيق قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهنا الأمر بالوفاة بالعقود سواء كان ذلك بين المؤمنين أنفسهم أو بين المؤمنين والمسلمين وغيرهم من الناس وأيضا قوله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فإذا هذا العهد أنت مسؤول عنه وأيضا قوله سبحانه وتعالى وإن جنحه للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فهذه الآيات وغيرها من النصوص تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي الالتزام بالعقود والمواثيق التي تبرمها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول لكن على أساس العدالة في المبدأ الأول الذي ذكرنا العدالة في كتابة وإبرام هذه العهود والمواثيق بين الأطراف هذا والله أعلم وأحكم